أموك أسألك السؤال معلش بس طبعا بصراحة أوي أكيد هارد بصراحة دلوقتي وحنا يعني بعيد دلوقتي عن الملعب تمام هل انت الفترة اللي فيها دي تحط نفسك في الجزء بتاع اللعيبة الملتزمين ملتزمين بس ولا اللعيبة اللي مكنوش ملتزمين لا اللعيبة اللي مكنوش ملتزمين تماما تماما آه يعني اللي بعد اللي مش ملتزمين كمان يعني ايه مكنوش ملتزم الاول وعلى فكرة انا بقولك كده انا مش قادر تطلع طولي اعترافات شريف حازم او مثلا انا دمان وبتاع انا ببقى حابب الكلام ده اسمعوا عشان اللعيبة الصغيرة كمان تفهم انا ممكن لو التزمت اوي هروح فين ولو ملتزمتش هروح فين ببساطة شديدة تماما قبل النادي اهلي كنت ملتزم اوي يعني عشان اوصل حاجة انا يعني ان انا روح منتخب مصر معكبة حسن شحاتة في دور اسمها حوض النيل لو انت فاكرها للثورة قامت على طول بعدها وكان مستحيل حد يقرب من المنتخب في الفترة دي كان هو جيل ده ما حدش بيدخل انا كنت ملتزم جدا لحد 2014 عشان كان اروح الاهلي بعد ما روحت الاهلي الطموح قال مش ملتزمتش في الاهلي الطموحي قال خلاص اللي هو وصلت للتوب ليفل فانا مش عايز حاجة تاني لا انا لعبت في الاهلي خلاص وطبعا ده كان غلط عندي يعني كان لازم يبقى الطموح موجود عشان المنتخبه والكلام ده كله مش ملتزم هقولك حاجة بص يا كريم انا في الاخر اللي كنت بحلم بيه عملته ان انا لعبت في الاهلي ناس شايفة ان الحلم انت معندكش طموح في الاخر حققت حلمي صح وانا غلطت ان انا اثرت ومكملتش لكن عدم التزام بيقولك علي انا كنت بعمل شعري بلون شعري مصر ده في مصر بيأخرك الناس بتشوف ان انت لايب مش يعني محدش يعتمد عليك مثلا بيتنم متأخر بنام اكيد متأخر طبعا عشان بتزخر اه اكيد بس مش بزهر اللي هو عشان بخرج كتير اه طبعا خرجت بالمعسكر قبل كده اه خرجت في الاهلي اكيد ما قدرش عملها في الاهلي مستحيل لا مستحيل بيحدش يقدر يعملها في الاهلي مش لايب شوفتوا في حياتي في الاهلي لما في السنة ونص اللي عبتهم هناك يقدر يخرج بالمعسكر مستحيل يعني مستحيل شايدخل تاني يعني اه مش شايدخل تاني اه بس دي ايه معتادة بقت معتادة دلوقتي على اللاعبين في مصر انا اتفاجأت بيها انه ده طلع عادي جدا يقولك ما احنا يا ما خرجنا من معسكرات اللي بيحصل على فجأة مش منجلكوا بس ولا اللاعبليك ده بالزمان قوي يقولك يا ما معسكرات خرجنا منها ونزلنا وقعدنا وخرجنا و حاجة ريبة جدا دلوقتي ما يمتقليش في نادي محترم يعني وينفع يرجع يلعب تاني يعني يخرج ويرجع يلعب اه لا دي تبقى كارسة طبعا يعني مهما كان اسمه ايه لو بتحصل في مصر تبقى كارسة اه انا ما حضرته انا في الاهلي ما شفتهاش ابي كافر الاندايا اللاعبتي فيها شفتها صراحة اه انا مش بكلم على الاهلي بس انا بكلم على العموما يعني في كثير من الاندايا في مصر حتى المشكلة الأخيرة بتاع تنادي الزمالك فتوح وصبحي وزناني ما خرجوا من المعسكر اه بس هم دول اللي تلعوا للنور بس ما كانتش في النور كتير يعني اه بس فلا يعني بيحصل اه بيحصل في لعيبة بس اللي بقولك عليه فأنا كان عدم التزامي ان انا ما كنتش سياسي انا ما كنتش بعرف امشي الدنيا مع الناس صدامي صدامي اه مش تعمل اعمل شعري مش هتلعب مش مهما ما تلعبنيش اروح نادي تاني كنت بقى اتحرك كتير ما كنتش بذبت يعني بقعد في نادي اخر سنة سنة ونصف واتحرك اه عشان انا بحبش اعود لما لقى ان المدارب هيقعدني اروح نادي تاني اه وانا وانا قبل الاهلي كان بيجي لي كل الدوري بعد الاهلي روحت اسماعيلي واسموحة بعدها ما جاليش حكا خالص جالي نادي واحد مثلا لان خلاص طلع السمع نشريف بتحرك كتير بتاع مشاكل ما بي مش ملتزم وانا ممكن اسيب التمرين وسافر ودي كان الكارسة سيبي التمرين وسافر ايه اه اه يعني اسيب مثلا بتمرنوا اقول لهم مثلا يعني في حاجات عملتها طبعا اقول لهم رايح عمره واش رايح عمره مثلا اصلا اه 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 ازبوه عشرة يام وارجع اهلا لا فهو ده يعني كان عندي حاجات لو رجع الوقت ما كنتش عامل كده صراحة اه فلا فيه فيه حاجات كتير بتبقى عشان كده لما بتلاقي انا تصور احط نفس مكانك لو هتعيد ايامك يعني هتعيد الايام دي تاني هتقول اكيد ممكنش عامل كل ده طبعا لو انا راضي جدا على اللي عملته خالباك مش اللي انا عملته لا فيه حاجات عملتها غلط بس انا راضي على اللي وصلتله الحمد لله فاهم فما بحيبش برضو دايما الناس بتقلل من اي لعيب هو في الاخر انا راجل وصلت اللي انا عايز اوصلله فاهم كان ممكن اعمل احسن بس في نفس وقت انا انا وحش قوي ما تحطنيش في حياتة النداية مثلا سايق قوي لا ما بحيبش برضو الناس اللي هي بتيجي زي صالح جمعة زي اي حد لا صالح جمعة لعيب كبير حتى مهما لو كان عنده احصل بس ما تقللش من صالح ابراهيم سعيد لعيب عفاجرة احنا مش بنقلل انا هكلم بكسر انا كان حتى من على كرسي الاعلامي دلوقتي انا بيبقى صعبان عليا مش اللي هو مش بقول انه اللعيب ده وحش انا بيبقى صعبان عليا مسلا شريف حيزن شفت في المقدمة النهاردة انت راجل مبشر جدا ده مدافع هيكسر الدنيا في مصر مسينا ما بتكملش صالح جمعة انا وانت هنتفق انه واحد من احراف اللعيبة اللي جات تمام ماهولي ما تكملش يسعب عليك ابراهيم سعيد يسعب عليك مواهب زي دي تقول ايه يا لهو ده لو كان ملكتس في الكورة كان هيكسر الدنيا كان هيحق احصل طبع اه فهو ده اللي بيسعب علينا مش بنبقى بنلوم اللاعب على قد ما بيسعب علينا بنقوله ليه عملت في نفسك كده وعملت في نحنا كده يعني صح بس ببساطة يعني انا معك جدا في اللي بتقوله